بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في التربية الفكرية للمرحلة المتوسطة للصف الثالث المتوسط لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى في درس أو في استكمال درس فضل الحرمين الشريفين ولكن يا أبطال كما تعودنا وقبل أن نبدأ في أي درس أن نستمع أولا إلى تعليمات الدرس فنقول في تعليمات الدرس نرجو من الأسرة الكريمة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتاب والأدوات اللازمة للطالب والطالبة والاستعداد الجيد للدرس نستمع الآن إلى آداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في مكان مناسب ومهيئ للدراسة ثانيا متابعة الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص للحصة وثالثا إحضار الأدوات اللازمة من الكتاب ومن القلم القابل للمسح الآن يا أبطال دعونا نتعرف على الأهداف الهدف العام معرفة فضل الحرمين الشريفين أما الأهداف الخاصة فأولا أن يعرف الطالب وتعرف الطالبة الحرم المكي وموقعه ثانيا أن يعرف الطالب وتعرف الطالبة الحرم النبوي وموقعه وثالثا أن يذكر الطالب وتذكر الطالبة فضل الصلاة في الحرمين الشريفين الآن يا أبطال وبعد أن استمعنا وتعرفنا على الأهداف دعونا الآن ننتقل إلى درسنا وأريد منكم يا أبطال فتح الكتاب على صفحة 16 وننتقل إلى النشاط السابع وهنا نريد أن نصل كل صورة بالمنطقة التي تقع بها الآن هذه الصورة صورة ماذا أحسنتم نعم هذه صورة الحرم المكي الحرم المكي والصورة الثانية هذه صورة الحرم أحسنتم النبوي الحرم النبوي الآن الحرم المكي أين يقع؟ يقع في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة أين يقع الحرم المكي؟ أحسنتم الحرم المكي يقع في مكة المكرمة إذن نصل صورة الحرم المكي بمكة المكرمة وأما الحرم المدني فيقع في المدينة المنورة يقع في المدينة المنورة الآن يا أبطال ننتقل إلى النشاط الثامن في نفس الصفحة النشاط الثامن في نفس الصفحة وهنا نريد أن نملأ الفراغات بالكلمات المناسبة التي أمامك أمامنا كلمتان مسجدي والحرام الآن يا أبطال سنقرأ هذا الحديث ونكبل الفراغات في هذا الحديث بالكلمات التي في الأعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في فراغ هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن المسجد الذي بناه المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحرام أحسنتم النبوي هو الحرام النبوي لأنه في المدينة المنورة وسمي الحرام النبوي لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بناه إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا صلاة في ماذا أحسنتم في مسجدي في مسجدي إذن الكلمة الأولى نضعها في الفراغ الأول في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد أحسنتم إلا المسجد الحرام إذن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعادل ألف صلاة في المساجد الأخرى تعادل ألف صلاة يعني كأنك صليت ألف صلاة في المسجد أو في المساجد الأخرى إلا الحرام المكي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة بمئة ألف صلاة الآن يا أبطال دعونا ننتقل إلى النشاط التاسع وهنا نريد في صفحة سبعة عشر وهنا نريد أن نصل بين العمود الأول وما يناسبه من العمود الثاني المسجد النبوي هو ماذا هل هو الحرم المكي أو الحرم النبوي المسجد النبوي يعني الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحرم المكي أو النبوي أحسنتم هو الحرم النبوي الحرم النبوي وأما المسجد الحرام فهو أحسنتم الحرم المكي هو الحرم المكي الآن يا أبطال دعونا نؤكد هذه المعلومة هنا من خلال هذه الوسيلة الآن يا أبطال أريد منكم أن تساعدوني في الوصول إلى الجواب الصحيح الآن عندنا هذه البطاقة تقول المسجد النبوي هو البطاقة الزرقاء والبطاقة الخضراء تقول المسجد الحرام هو نريد الآن أن نصل كل بطاقة بالصورة المناسبة المسجد النبوي هو ماذا ماذا هل هو هذه صورة أحسنتم الكعبة إذن هذا الحرم المكي وهذه صورة أحسنتم المسجد النبوي يعني الحرم النبوي إذن المسجد النبوي هو أحسنتم هو الحرم النبوي والمسجد الحرام هو الحرم المكي هو الحرم المكي أحسنتم يا أبطال وبارك الله فيكم الآن دعونا نعود يا أبطال إلى الدرس ونستكمل النشاط العاشر هنا في هذا النشاط نريد أن نرسم دائرة حول الإجابة الصحيحة ما بين القوسين في الجمل التالية يقول فضل الصلاة الواحدة في الحرم النبوي تعادل مئة صلاة أو ألف صلاة ما هو الخيار الصحيح الصلاة في الحرم النبوي تعادل قلنا أحسنتم ألف صلاة في المساجد الأخرى إلا المسجد الحرام إذن الصحيح مئة أو ألف أحسنتم الصحيح ألف صلاة ألف صلاة العبارة الثانية فضل الصلاة في الحرم النبوي أو الحرم المكي تعادل مئة ألف صلاة الصلاة في الحرم النبوي قلنا بألف صلاة إذن الصلاة في الحرم المكي تعادل أحسنتم مئة ألف صلاة إذن الصحيح هنا العبارة الثانية الحرم المكي إذن ماذا عرفنا في هذا النشاط عرفنا أن الصلاة في الحرم النبوي بألف صلاة والصلاة في الحرم المكي بمئة ألف صلاة بمئة ألف صلاة وهذا كله دليل على فضل الحرمين الشريفين الآن يا أبطال بعد أن انتهينا من هذه الأنشطة أود أن أشكركم على هذه المشاركات الرائعة والجميلة وقبل الختام أود منكم إخواني وأخواتي أولياء الأمور للطلاع على هذه التوصيات وتتضمن هذه التوصيات تهيئة الجوء المناسب للطالب وللطالب لكي يتعلم ويأخذ المعلومة الصحيحة بالشكل المطلوب كذلك تتضمن استخدام الجمل والعبارات المحفزة وتتضمن كذلك التواصل الدائم مع المدرسة ومع المعلم المختص وذلك من خلال منصة مدرستي شكرا لكم إخواني وأخواتي وشكرا لكم أبنائي وبناتي نلتقيكم على قير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته